هو انا عشان طيبة وبحبهم وبسمع كلامهم يعملوا معي كده صحابي يدبسوني في حفلة وبيقولوا لي يا سارة نفسينا ناكل حاجة حلوة يطلو بلنا حاجة حلوة من بر اتصل في اتول هلاقي الارقام فلاكية اتصل في اللبن هلاقي الارقام فلاكية لقيت نفسي هتدبس في 2000 جنيه قلت وعلى ايه ده كله ارفع سماعة التليفون على السوبر ماركت واقل من 200 جنيه هعمل لهم حلو وبقى اقل مجهود من غير ما تشغلي فرن ولا تقفي على بطجاز هتعملي اسرع حلو وبجد بره باركام فلاكية اهزين دلع ندلحهم يجوا عند صورة ودلحهم هروأ عليهم احلى ترويق انا مليش غير صحابي تعالى وريكو انا عملت لهم ايه وروأت عليهم ازاي ودلعتهم اخر دلع ازاي والله انا لو في مني اتنين كان حصل ايه انا مش عارفة هيعملوا ايه لما يعرفوا ان انا ما صرفتش فلوس اصلا وان انا بميتين جنيه ووفرته الفين جنيه اول حاجة هنعملها هنجهز الكريم شونسي ونحطه في التلاجة عشان يسقع انا هعمل اه كسين من الكريم شونسي انا بستخدم الكريم شونسي بريمي بنات القوام بتاعه ما شاء الله طفة وعمره مخايف زني وكمان طريقته سهلة ممكن تستخدميه بالمية الساعة او تستخدميه بالحليب الساعة فانا بحب اعمله بالحليب الساعة فلو انت بتحبك الكريم شونسي بالمية ممكن تعمليه بالمية الساعة زي ما انتو شايفين الكيس بياخد 125 جرام مية يعني في الجن صغير فانا هحط ربع لتر حليب 125 جرام على كسين فهحط ربع لتر حليب 150 جرام عشان اعمل الكمية بتاعتي هفضي الاكياس كده من الكريم شونسي وبعد كده هنخفقها كويس في المضرب زي ما انتو شايفين هفضي كل المقادير وبقلبه وبعد كده هشغل المضرب ونخفق كويس الكريم شونسي اضرابي بقى فيه كويس لحد ما يبقى القوام بتاعه ساميك جدا عشان انت عرفي تشكل بيه اي حلو اه ما شاء الله احلى حاجة في الكريم شونسي ده ان القوام بتاعه بيقى ثابت ان او حبيت تعملي تورتا تعملي اي حاجة سهل ان القوام بتاعه يبقى ثابت على اي حل زي ما انتو شايفين انا خلصت الكمية عالتضرابها كويس جدا لحد ما نفشت الكمية المتطرمة دي احطها في التلاجة اتصلت بالسوبر ماركت وطلبت منه بمية جنيه كيك وطلبت اثنين كيس من الكريم شونسي اللي احنا عملناه مع بعض وحطيناه في التلاجة ودلوقتي هطلع الكيك عشان اقطعه سوا وبعد كده هحط الكريم شونسيه في كيس الحلواني عشان نعمل احلى حلو هنعمل ترايفل بالفواكه موفر واقتصادي جدا وعشان تجيب الكمية دي من برا هتخوشي في الفين جنيه حرفين زي ما انتو شايفين طلعت الكيك اللي انا طلبته من السوبر ماركت وقطعته قطع بالشكل ده عشان اعرف اعمل ترايفل بالفاكه وكان عندي منجة المنجة رخيصة جدا في السوق الكيلو باثنين وعشرين جنيه كيلو قطعته مكعبات وقطعته ترنشوات بالشكل ده وزي ما قلتلكم هحط الكريم شونسيه في الكيس الحلواني وحطه في التالاج بعد كده جبت البولات الامر دي طلعت البولات منيش عشان ابيين له ان انا صرفة ومكلفة بقى طبعا حطيت مكعبات المنجو كده في القعدة من تحت وبعد كده هحط رقات من الكيك اللي احنا قطعناه مكعبات بالشكل ده عشان نجهز الترايفل بتاعنا بالفواكه وبعد كده هنرس شرايح المنجو فوق الوش اهو بالشكل ده سهل وبسيط وتحفة جدا جدا مش مكلف خالص يا بنات ومش متعب خالص بجد تحفة التحفة زي ما انتو شايفين حطينا شرايح المنجو فوق الوش هننزل بكريم شونسيه دريم فوق كل حلو القوان بتاعه اللهم بارك حاجة كده امر هتعرف تشكليه انا بقيت اعملي الوردة كده على الاطراف في البولة ومطلع لهم ايه بولات النجمة يعني البولات زي غالية على قلبي وحطها في النيش فطلعتها لهم بصراحة هنحط كده الوردة على الاطراف وهنحط وردة في النص وفي الاخر هنحط عليها قطعات منجة هخلص التشكيلة بنفس الشكل ده على قد ما تقدري ورد 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 القوان بتاع الكريم شونسيه ما شاء الله متماسك جدا فمساعدني ان انا بقى ايه انزل بالورد ورد كريم شونسيه كده على الترايفل احلى ترايفل فاكهة سهل وبسيط مش متعم خالص عملنا احلى حلو الكمية دي عشان تجي بها من بره غالية جدا عملت كمان الكسات دي فانا بعد ان خلصتها هحط وردة من الكريم شونسيه بس مش هنعمل اي حاجة اه زي ما انتم شايفين شكل الوردة متماسك جدا بصوا طحفة هم مش هيصدقوا ان انا عمله لهم في البيت وروقت عليهم كمان بشوية عصير مانجو كده انا عداني العيب بصراحة والفة هانا وشفة عليهم بجد طحفة وانتم جربوها